على جانب آخر نظمت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جمهيريا حاشدا في مدينة زفتة بمحافظة الغربية لتأييد مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراءها مطلع الشهر القادم بالخارج وذلك بحضور قيادات وأعضاء حزبي المصر الديمقراطي الاجتماعي وحزب العتل إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وخلال المؤتمر استعرض فريد زهران محاور برنامجه الانتخابي الذي يشمل النهوض بقطعات التعليم والصناعة والزراعة والصحة وعمل حكومة اقتصادية لإدارة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد أكد زهران في كلمته دعمه الكامل وتأييده للقضية الفلسطينية وعدم التهجير مثمنا الدورة التي قامت به القيادة السياسية في إدارة القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري أكد أعضاء الحمل على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والخروج إلى الليجان الانتخابية والتعبير عن رأيهم وممارسة الحق الدستوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة